موسيقى صبحكم وراب الخير و اهلا و سهلا بكل من ضمننا في حلقة جديدة من تجعل تسرب القهوة؟ انا وياك من نفس القهوة ايه قوتك انا قاعد نشرب انا وياك من نفس القهوة الباجو منك الحلو ان احنا كل شيء شركائي متوافقين متوافقين شارب قوتي كل مشروع علي بالعافية علي بالعافية لا يصير لا تننا صوبة عليك بألف عافية عرفتو الحين الحمد بن يان عرفتو وسامي حسين متسلط هم لا لا في العكس انت تمون مون على القبوة يا ابو عبدالله بارك الله فيك هذا الحمد بن يان اخوكم و سامي حسين هذا خير الله ثم خير الوزارة يعني انا ما لي اي خير بالموضوع كلش ولا لي فضل فضل الله سبحانه وتعالى فضل ديارتنا فضل وزارتنا و فضل القائمين على البرنامج القائمين على الوزارة تطلوها بصراحة والله طلع اخذنا خلاص لا اخي في وحدك يخاف تطلع فاصل تشربه انت شبك فاصل بشاهد في وحده تمي ايه لا بالعافية بسك بالعافية والله انا خايف علي يمكن انا اطلع في نفروينزا ولا شي لا لا خايف علي مو القصد الحمدالله زين ايه صاح انت الحين المهاجم الوحيد ها ثلاث مدافعين بس ترى لعب علي نص حسين نزع هجومية لعب تمهاجم ايه ولعب مدافع صحح مو محسوب علي نص كل موقع يعني انت ميال الى شنو هجوم دفاع 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 ايه يعني انت تعتبروا لاعب دفاعي ايه والله لاعب جوكر يعني ما شاء الله كان لاعب مميز ادل لي ادل لي المعلومة بعلي انت المفروض في سدني اختاروك صح من الاربع من الاربع الكبر ايه بس الاصابة ها ولا مو اصابة عشني يلتهاب فيروس ها مرض مرض ايه قعد تمني عادل عشرة ايام بغرفة معزولة هذي غير الاصابة مو الاصابة وقت اللي رحنا ايطاليا من ايطاليا رحنا لندن عاد بيطاليا اخر فترة اللي عطاهم العلاج بس ما يقدر الدخل لما كنت بالمستشفى فلاري دكتورني ايه فلاري ايه فلاري قال لهم ممكن يحتاج هذا الدول الفلاني وفعلا عطوني ايه فابتدت الحرارة تنزل وتالي بعدين سمحوني بالسفر ويسافر مع الفريق وصلنا لندن قال لازم نسوي تشيك على اساس عندك نسبة الدم سويت تشيك نسبة الدم وطلعت سليمة والحمد لله بس انا قعت مع الكبتر رادي ما تشوفش هذي اي سنة؟ ما تسدني الفين 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 سدني الفين الحمد لله على السلام فقعت مع رادي والله يرحمه جمال يعقوب فقال لي رادي انت رح سويك برنامج عساس انه تكون معي فريق قلت لانا ما اقدر اشارك مع الفريق لا انت على قول الله يمكن انا من الاربع من الاربع اللي اقوم قال انت اللاعب رادي لانت تلعب اكثر من المركز قلت لانا ما اقدر في ادوية بجسمي وجسمي تعبان مقادر فما بيأخص حق اللاعبين الكبار معي عبدالله ابران وعصام سكنت جبال مبارك فهذه المضرة وقعت على منه؟ على منه؟ على عادل عقلة يقول لي انت السبب لما خليتني العقلة لان اخذه مكان عبدالله ابران عبدالله ابران فانا قلت له ما اقدر اكمل عساس ان اللاعبين هذا اللاعب مبارك تجربية اهم الحق ان يمثلون فانا اعتذر وهذه السنة هذه نفسها رديت من الولمبي رحت مع الفريق الاول نورنبيرغ تعور انا من نورنبيرغ رحنا لبنان اول ثلاث دقائق مبارات مع اندونيسيا ارباط صليبي فيعني اسوأ سنة بالنسبالي لا بس سنة زينة بالفلوس وخذيت فلوس نادي الابتحاد ما رده لا تعورت وخذيت الفلوس ما رده لا بس محقيقة هذي لا اللي قاعد تقولها محقيقة تعور وقع العقد ما لعب ولا لعبة تعور ما رده بس ان حق الفلوس ما رده لا لا اعتقد ان فيه توضيح منك حسين متعام هذا على الهوت متعام متعام يقول خذيت فلوس نادي الابتحاد ورده اولا دقوا علينا الاتحاد السعودي سلامتك واللي اي ديرة تبية تروح التعالج احنا تحت امرك يا سلام قلت لهم لا والله الشيخ احمد الفهد ردتب لي مع اريكسون يا سلام السويد شوف يعني يعني الوقفة من الطرفين من ساعة شيخ احمد الفهد وايضا من نادي الاتحاد صح كلامك فراح تعالج وردهت وطلبوني مرة ثانية امانة اطلبوني نادي الاتحاد لان انا سلمت مقدم العقد وحتى النادي سلم مقدم العقد لكن ما الله اكتب لي ان ارجع مرة ثانية لاحي ما حصلنا جواب لكن من ضمن العقد ما في مسألة ان انا عليك والله تم ارجع الفلوس شفت شلو لا لا ما في ما في يعني انا صحيح وبعدين انا ارد يعني الفلوس اللي اعطوني اياها دقيقة دقيقة كنت صادق فيها اسمع ابو علي خلنا حلها لك شوف العقود علم علم معين يعني مو يلا سوي عقد علم العقود لا علم العقود دعم صد صد علم ادارة هذا علم ادارة فيعني في عقد ان اذا صار في ظرف الماء وانا استلمت مقدم ما يرد ما يرد انا ما شرحتك لحظة انا ما شرحتك لحظة انا شرحتك لحظة اي بس يعني وياه حق اوكي بالعكس حبيبي انت لحظة علي بالعافية لا لا هذا 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 لا لا هو قال كانت سنة مو حلوة قلت لا لا حلوة انت يعني من سنة 2000 انبطل عينك علي بهالعقد لا تهدي شنوب علي عشان خلص الموضوع شباب خلص الموضوع او قال خذ الفلوس ما ردهم الصيغة بالكلام والطريقة والطريقة وكأن خذت شيء ملك لا حيثيات لا اعرف حيثيات لا اتهمت حيثيات ما شرحت خلصنا يا شباب ابو علي ماهر شكرا من القلب حبيبي وعفوا من القلب شكرا دعونا بما نتكلمنا افتتحنا الحوار عن مرض صديقنا حسين الخضاري قبل 24 سنة بنبعث بطاقة تحمد لب السلام بطاقة شنو بطاقة شنو تحميد بقاطة تحميد بقاطة ورد نبعث شكرا تبعث ماهر واح يساعدني أربع مقاتل الساعدة بوكي ورد بوكي ورد بوكي ورد بوكي ورد لأخونا رئيس او عضو مجلس إدارة نادي اليرموك وهو اللاعب الخلوق لاعب نادي النصر الكابتن إبراهيم الرومي يمر بوعكة صحية سلامة أنا أعتقد أجر عملية وهو الآن في المستشفى فنتمنى له الشفاء العاجل يقوم بالسلامة وبإذن الله يرجع مشافة معافة بإذن الله فخلوني بما أننا بداينا هذه البداية الغريبة خلوني أروح للهدلاينز لبلع ريجنا ونشوف نشوف شي يصير وراء ونشوف وراء الهدلاينز ترجمة نانسي قنقر 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 منها الصراع على الهبوط أو الصمود في الدورة الممتاز بين الأربعة لأنني أنا لم أعرف أعطي مسمى لهذه المنافسات للأربعة أعرف أن اللي فوق التوب سيكس أو بلاي أوف لكن الأربعة سنقول البقاء والهبوط بالإضافة إلى الخبر اللي اليوم يمكن كان الخبر الترنت صدق في السوشال ميديا ولا صدق كبير إقالة داركو مدرب النادي العربي لماذا خذ صدق؟ لأنه هناك تساؤلات كثيرة أسباب التعاقد وأسباب الإقالة أو يعني التسوية إذا ما كانت إقالة تسوية هم تعاقدة والنادي العربي مع داركو في تاريخ تقريبا أربعة أهدعش ثلاثة عشرين يعني قاعد نتكلم اليوم إذا اليوم 1 إبريل أو داشين 2 إبريل قاعد نتكلم عن الخدق شهور فبالتالي نحتاج توضيح الشارع الرياضي يحتاج توضيح قاعد نتكلم عن النادي العربي أحد ثوابت الكرة الكويتية أحد ثوابت الرياضة الكويتية فأي تغيير أو خبر يضر على النادي العربي من حق الجميع أن يتساءل أو يأخذ علم وتفاصيل أى موضوع يتعلق في النادي العربي وأخوي أسامة حسين غني عن التعريف أسامة شو اللي صار مع داركو قاعدت كلمة عن خمس شهور ومن ثم تسوية ولا إقالة تسوية من الطرفين يعني شو اللي صار شوف طبعا أنا وشين صدمت حالي حال الجماهير وحالي حال وتابعين كرة القدم الكويتية من الخبر أمانة يعني فجأة إقالة المدرب وتوني آيبينا وباقي شهرين أو أقل من شهرين يمكن على الدوري وحنا بالمركز الثاني فكل هذه الأسباب خلتني أتصل على أعظامة شدارة شنو السبب عشان يعني اليوم لازم نكون نطلع اليوم والناس قاعد تنطرنا شنو نقول تكون عندنا مصداقية مع الجماهير داركو قبل تقريبا أكثر من شهر يا إلى عرض من السعودية وبلغ النادي مرتين يبلغ النادي أن أنا ما بي أكمل زين أنا عندي عرضين بالسعودية وبروح السعودية شهر أو شهرين وعقدة ساري وعقدة شكتر ساري سنتين نناية الموسم موسم أي ويبي يطلع من هالموسم هذا أي من هالموسم أي يا إلى عرض هناك فالنادي طبعا قالوا إحنا الآن يعني قاعد ننافس على الدوري ويعني ما يصير بهذا الوقت تتهدن وتطلع فشافه بالأونة الأخيرة أنه ما كان فيه تركيز من داركو على الفريق أنت لو تشوف مو بس النتائج أنت شوف النتائج وشوف المستوى وين دار كل أول اليوم اللي كنا نمدحه وكنا نمدح الفريق أوكي إصابات نعم فيه إصابات لكن اليوم الإصابات ما تخلك يعني فيه أندي الآن ما بيذكر اسمها عندها إصابات بس قاعد تظهر مظهر يعني جيد إحنا حتى ما ظهرنا يعني آخر مبارات مع السالمية إحنا المنفروض من قلب ثلاثة إلى أربعة أربعة واحد واللي ضيعوا السالمية بآخر الشوق في يوم مجلس الإدارة حتى يوم يوم قالولا أنه أنه خلاص يعني أنه أنت مو مع الفريق ما شنو هو هو كان راضي خلاص لأنه ما يري بس أسامة معلش ترى الكلام اللي قاعد تقوله خطير معناتها المباريات الأخيرة كان فيه إهمال من داركم ماكو تركيز إهمال عدم التركيز في واجباتك أنا قاعد نشوفه كان بنقشك تفضل عدم التركيز في واجباتك اللي أنت أساسا موجود عشان هذه الواجبات والتزاماتك هذا إهمال فبالتالي هذه عدم احترافية من داركم شنو يعني أنت تناقش عروض وانت على رأس العمل شنو تناقش عروض وانت عقدك هذا اللي قاعد نقول أشوف اليوم أي مدرب أو أي لاعب لما يتشتت مخ صحيح بعرض ثاني صحيح تلقى المستوى ما لم تذبذل المدرب واللاعب تلقى المحترفين فأي عقد يكون أثناء الموسم أو عرض مغري أو أي شيء من هذا زين راح تكيب تلقى مشوش سواء لا بس أسامة أنت مادري إلى أي مدى عندك علم بالموضوع بس أنا عندي أسئلة كثيرة الآن العروض اللي عرضت على داركم كانت حق الموسم هذا يعني يعني تعال استقيلوا تعال لنا بغير يطلع قبل شهرين أنا ترى الموضوع هذا من ببداية أنا 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 الموضوع هذا أدري عنه من شهرين أو شهر ونص أدري أن ترافية يبلغهم أنا بروح السعودي هو يبلغهم يعني مو من وراهم أشتغل يبلغهم من أنا ترى تشري وتشري وبطلع يعني أدري فيه من زمان أنا بس هذا مو للنشرك بس الآن لازم نقول كل شيء يعني نكشب الحقاق زين هذا من المصادر يعني مو من عندي أنت أصلا أولا أولا أنت قلت من البداية أن اتصالاتك مجلس الإدارة يعني الكلام هذا مو أنا اللي أقوله لا هالكلام هذا من مجلس الإدارة مجلس الإدارة قلت أنت بالبداية شبابي يكون تناقشون الموضوع لأن الموضوع معادي إحنا قاعد نتكلم عن مدرب يعني أنا ما بيقول أحسن كلمة ألطفها أن أهمل وما ألتزم ببنود العقد ويعني شنو أنت تناقش عروض وأنت على رأس العمل أصلا وبعدين لما يقول أسامة شكرا له أن ألطفها وخففها وقال تشتيت أنا أقول إهمال جسيم أنك أنت ما تركز شو ما تركز لا والله عشاني أبيروح عقل ثاني يعني قاعد أطف فيشكم عشان سوين تسوية أنا أحمل داركم مشاهد عادة نحن في الوسط الرياضي لما نسمع أن إقالة مدرب دائما ما نسمع بشاعات تكون فيه سوء مستوى فريق ومدرب القائم على الفريق ما قاعد يقدم مستوى المطلوب أو نتائج المطلوب ونسمع أخبار لأن الفريق مماشي زين كذا كذا إقالة أخبار دائما تنتسل في الوسط الرياضي لكن بالنسبة لداركم كان الأمر مفاجئ فجأة اليوم والأخبار منها داركم تم ما في بوادر خاصة أن العربي خاصة أن العربي يعني يعني خلنا أكلمك على المرحلة التي استلم فيها داركم في شهر 12 في أول مباراة فاز على الكويت الثلاثية الكويت بصدر فاز على الكويت الثلاثية فاز على كاظمة أربعة فاز على السالمية اثنين على شباب واحد على خيطان أربعة مع القاتسية اثنين الغصد أنه في ذلك وقت يمكن سجل 16-17 هدف في 6 مباريات وما حد قدر سجل في مرمى العربي إلا القاتسية المباراة التي تعدل واثنين اثنين ومستوى يعني أكثر من رائع في ظل قيابات منه قيابات تكلم عن أفضل محور في الدور الكويت سلطان العنزي تكلم عن قيابات إيوالة المتكررة تكلم عن قياب علي أحمد خلف ناهيك عن عدم مشاركة سيف الحشان بالإضافة إلى أن المحترفين اللي انضموا للعربي في فتن تغلات شتوية ما عملوا إضافة بوجهة نظري لا الصبار ولا الصفاقسي ولا المدافع عماد ما أعتقد أن نعمله والإضافة لفريق النادي العربي يعني في ظل عدم إضافة الفنية لفريق النادي العربي وفي القيابات المتكررة واللي مستمرة مع فريق النادي العربي لغاية جولة العربي في الصدارة العربي في الصدارة لغاية مباراة السالمية وكأن المحك لعبة السالمية لا إذا أنت إذا أنت مفكر أنه شون انا تعادلت مع السالمية لا السالمية فريق كبير انت مستنكر علي نفسك او مستكثر علي نفسك اني انا تعادلت مع السالمية والله وعلى هل اساس هذا الوقت المناسب اللي انقررنا فيه ان المدرب مهمل وغير جاد فيه انه يقوم دفة الفريق لا يا حبيبي انت م ما م algunsال circul센ا م قد الضرر عن مستوع فريق السالمية في مبراته اما من النادي العربي مش اللي مش السالمية الفريق اللي تنادي المدرب وتبتنهي العلاقة معه بناء على نتيجة لا لا وخلا النتيجة لأن احنا نربط لا محمد مهم ربطك ما ادري على اي اساس لان انا مجلس ادارة عندي التقييم ومراقبة الاداء مشرط عشان النتيجة ولكن اوصلت الى النقطة هذه هالمبارات هذه اي ان كانت نتيجتها هذه المبارات اشوف الامكانيات اللي عندي افضل من ذلك مشرط عن نتيجة انا اقول لك عن وجهة نظر واسامة كلامه واضح انا اقول وجهة نظر لو العربي فايز على السالمية اعتقد راح يكون الاجتماع ودي لو العربي فايز على السالمية بثنائية بثلاثية اعتقد الموضوع راح يكون ودي وراح يتباعتون فيه ان الفريق يحتاج كذا يحتاج كذا لكن اهم وصلوا للمرحلة اذا بالفعل داركم متقبل هذا الامر اهم اكيد يلاحظون اكثر من عندنا ملاحظين ان الفريق في تدني في مستوار من العربي لغاية الجولة القبل الاخيرة هو في الصدارة هو متصدر لغاية الان هو فارغ النقطة عن فريق الناد الكويت يعني ما فيه قاب كبير لغاية الان والفرصة متاحة لفريق الناد العربي لكن لما انه داركم حسب ما يقول ابو عبدالله انه عند عروض وتقبل موضوع اللي اقال بكل سهولة اعتقد اعتقد اذا هذا الكلام اللي اكد ابو عبدالله انا اعتقد هي خطوة ايجابية لمدرب ما يعني ما عند الرغبة ما عند الرغبة وتقبل الامر بكل سهولة وهو فريق كان في الصدارة والان متخلف عن الصدارة هو بالوصافة بفارق نقطة وحدة وتخلى عن الفريق اعتقد قرار من سدارة العربي صائب برغم انه انا بوجهة ناظر داركم عمل طفرة كبيرة في مستوى فريق الناد العربي واعادة الناد العربي الى المنافسة وبقوة رغم القيابات رغم القيابات الكبيرة اللي بصوت في الناد العربي حسين فيه شغلة مهمة انا قبل ما اطلع على الهوى كان عندي تسالة انا ما ناقشت اسامة يعني الا على الهوى على الموضوع هذا لكن انا اسمع فبالتالي كان عندي فكرة انه يعني لاتنها خطأ ان يقال بهذا التوقيت وبهالطريقة اذا كان يحمل النتائج في ظروف بالنادي العربي لكن عقوب اللي سمعتها انا اشوف انها خطوة ايجابية وخطوة مسؤولة لانه اذا اهوى متشتت ما راح يأدي الاداء المطلوب منه وانا فكرة ان انت تناقش عروض وانت على رأس العمل هذه انا اشوف فيها قلة احترافية صراحة انا راح ابتدي بما انتهيت فيه تفضل هذه انا على كلام اسامة ان انا مكلم احد اعظام اسلي دارة مكلم اعظام اسلي دارة اسامة كلام موثوق بالنسبة لي هذه انا افسرها عدم احترام داركو لفريق الناد العربي لكيان الناد العربي لا لا تكفوه لا خنقول عدم احترام الالتزام الالتزام للعقد لا احد بالدنيا انتكلم رياضيا يقدر يقلل محترام احد او مسموح لا لا عدم احترام من ناحية العقد والمردي بالعكس والنعم بشخص الكريم ومحترم وامر انا بعطيك شيء معاكس يعني لما صارت فيه اقاويل انه والله محمد المشعان بينتقل لنادي وعقده جاهز والمردي كلها طلع في تصريح قال انا ثابت بعقدي والامر مترك عند رئيس نادي السالمية ترك اليوسف احترم العقد واحترم كيان نادي السالمية والمردي كلها لكن اذا كان في الباطن لك شيء معين هذا يمكن اوه عطى علم لكن انا ممكن اخذ على كلامك بس يعني ما اهمتني نتيجة العربي شلو المرحلة القادمة خلي روح الدوري لكن انا ضامن عقد موجود عندي ايه فاهم انا هذا اللي كنت اقصده يعني يقلت رغبتها خلاص وبعدين ترى تعتقد انه قاعد يعني متشتت عمدا عمدا قاعد يحسسهم اني انا متشتت صارت عنده اصابات وبعدين يعني معطيات النتائج ترى فيه فترة من الفترات قبل هال هالامر اللي حصل ترى قبل الفترة هما انطلعت فيها قاويل بحكم نتيجة مباراة ما دعي مباراة يعني انه انه كان ممكن فيه دراسة او فيه شيء ان داركو لكن استعنسوا باتخاذ القرار على داركو استعنسوا يعني قصدك تأننوا ايه يعني تأننوا او انطروا شوية انطروا شوية فرصة ثانية او فرصة اخيرة لداركو عاد يمكن نفس ما قال اسامة يعني يعني ممكن كان العربي خسر من هذه المباراة اللي امام السالمين اللي عنده نقص عددي ويمكن لو تسعني في وقته انا كنت يمكن حاطل الاحتمالية انه ممكن السالمين خسر بنتيجة كبيرة لكن بظهور هذا المستوى فريق النادي العربي طبعا يمكن جانب فني من المدرب الفريق وايضا جانب فني في داخل ارضية الملعب من جانب اللاعبين التشره والتحلطم في ضروب في ضروب اذا ما تعتقد ان المدرب جزء من هذه الظروف يعني ممكن المدرب يحكم الموضوع يصر تحت السيطرة خاصة موضوع التشره اللي انت قاعد تقوله وقاله بحمل الدنيا لا وابعدا اكثر اللاعبين يعني وما قولك ما انه ما عليهم ضغط في عليهم ضغط لكن انت تعرف شون تصرف كلاعب الضغط اللي عليك انت متصادر وتبي تحافظ وتبي ما راح تأثر عملت التشره او انك تصارق او انت ناج الحكم يحصل في كرة الغدم لكن في النادي العربي تحديدا في النادي العربي ادني مطالبين لا لا انا اقول لك في النادي العربي التشره غريب قولي ليش من عمر ونحن نشوف النادي العربي يتذابحهم في غرفة ملابس برا نشوفهم ما فيشك لا نادي العربي تحديدا اتكلمك عن النادي العربي وهذا الكلام انا مو قاعد اقوله الكلام هذا متوارب من العديد من الأجيال لا يعتقدون أنه والله أنا متحامل على العربي هذا في أمر حتى العربوية تكلمون فيه في هذا الشيء بس أنا أقول لك إياها زين نهاية الكلام سلاح ذو حدين نهاية الكلام التسوية هذه أنا بس أقول بقيت أصلك هذا سلاح ذو حدين هذه التسوية اللي صارت مع داركم هل في عندك بديل جاهز لما بعد ما صوت التسوية أعتقد تعاقدوا مع ميثم إلى الآن لا أنا أباك بالموضوع هذا ممكن عشان يكمل سلاح ذو حدين ولك المايك لا سلمان هل ستأخذ المعلومة كاملة لا شفر المعلومة أول شيء كانت في مفاوضات مع فراس الخطيب زين ووقفت المفاوضات لآخر لحظة يعني زين وفراس الخطيب أيضا اي 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 يعني مفاوضات يصيري عن شون الآن أنت زعلان ومزعلنا أن داركم تفاوض مع فريق سعودي وهو عراس العمل مفاوضات مع رئيس النادي رئيس النادي مع رئيس النادي مو من وراء رئيس النادي زين الحظة قبل شوي شنو قلت داركو تفاوض مع أندية سعودية بعلم النادي صح؟ وإحنا كلنا قلنا شو ما سير لا لا هو داركو قال حق النادي ماذا زوج كتاب حق النادي يعني يفرق أني أنا أكلم رئيس النادي أكيد يفرق وبعدا في شغلة ثانية الآن في حي حيل قاعد يلعب تحصل حاصل الآن في حي حيل قاعد يلعب ضمان المركز بس بالالتزام أنا قاعد أقول حين أنا قاعد أقول لك بس الالتزام المفاوضات وصلت لحد معين وقفت السبب؟ ما أدري طيب ومن البديل؟ البديل يعني في أسامي الاسم المتداول الآن في أسامي يعني مثل ناصر بس ما اتفق أحد لا 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 غاية الآن ولغاية ممكن باتشر زي لن يعلن عن اسم المدرب إلا بعد تأني مجلس الإدارة ودراسة كل المدربين الموجودين الحين بس سلمان براي محمد عادي نادي عربي يكلم أبو خالد حمد دبوس وهو أراس العمل الفرص ومعادي داركو يتفاوض مع النادي السعودي محمد المشعان كان عندنا عراس عمل محمد المشعان هو واحد من الأمثلة إذا كان فيه توافق مع رئيس مجلس الإدارة هذا اللي وضحه أسانا نادر في الحيليوم خارج بطولة كأس سيدي حضرة صاحب السمع أمير بلاد أول عهد وخارج المنافسة على بطولة الدوري إذن الهدف فقط إكمال مبارياته لكن أنا بوجهة نظري هذا من الأمور لتسيئ لأي مدرب أنا بوجهة نظري إلا ما يكن فيه توافق محمد المشعان فيه توافق كان بين ترك اليوسف مجلس دارة نادي غادسية لكن الوضح في النادي العربي مختلف كلمه العربي منافس نعم والعربي هو صاحب الفضل على داركو صح كلام داركو داركو اليوم داركو ما وصل للدور السعودي وأتت على العروض للدور السعودي إلا من أداء داركو مع فريق النادي العربي واللي أضاف لفريق النادي العربي اللي أضاف لداركو هو النادي العربي لذلك هذه النوعية من المدربين تخوف لما يكون أنت فريقك في الصدارة و أنت ما تبتمسك الفريق فمبالك لو فريقك كان تحت ضغوط و تحت ضغوط الخسائر و عدم تقديم المستوى شنو راح يكون الوظف سلمان وضحنا نقطة مهمة أنت لما تفاوض إدارة أو مجلس إدارة غير أنك ترسل حق مدرب و الله عندنا العارض و أنت كيفك أنت حلها بطريقتك فالموضوع مختلف أبي رأيك بالموضوع كله باللي سمعته عن مجلس إدارة و تعاملهم مع داركو عن البديل المتوقع لداركو و الله شوف يمكن أنا مثلكم تفاجأت اليوم بالخبر لكن بعد بكلام مسامة تضح الأمر أن الرجل كان محترم عقده و تفاوض مع مجلس إدارة و بلغ مجلس إدارة أن أنا عندي يا جماعة و هذا يتأخذ ترى على المدرب لما يكون بالكلام احترام العقد و من وراء في عندك فاوضات أو جاية حروب يفترض أنك تسكرها الباب و إذا كان في أي شيء يكون بعد نهاية الموسم أو في الأمتار الأخيرة أتفاوض فيها عادة ترى المدربين مثل اللاعبين يفاوضونهم في آخر 6 شهور من أغداء لكن يفاوضون على شنو يفاوضون على ملحين بتطلع منهم يعني أنا بس أس أفاوضك على الموسم أنا بس ألمان قالنا سامتيشنو أنا أطلع أنا عارف أنا لما أكون فريغ متصدر أطلع من فريغ متصدر أروح مدرب طوارئ من ألف لم يأنا متوقع و متأكد صحيح أن الفريق اللي فاوض داركو مهدد بالهبو ما في مدرب ما في أنا متأكد لهم طبيعة العشيات ليه مو منافس مو منافس و مهدد بالهبو منافس الطبيعة يعني بالعقل أن أنا فريق وصلت إلى مرحلة متقدمة مع فريق النادي العربي و لما جيت غيرت الحال و لكل أشهد بداركو في الفترة اللي جاء فيها من شهر 11 12 واحد اثنين الفريق في أداء تصاعد و وصل إلى صدارة الدوري و قريب جدا حاليا يعني هو المنافس مع الإضافة للكويت القاتسية هم المنافسين لبطولة الدوري و المرشحين لبطولة الدوري هنا الغرابة لما مدرب يضحي في هذا في هذا الوضع المريح بالنسبة لفريق نادي العربي و أروح إلى فريق و أقول لك أرد و أقول أنا متأكد أن العرض اللي جاء مدة شهرين و فريق مهدد سواء بالهبوط أو أنه بالبقاء أو يعني تقول في منتصف الدوري بالعكس بالعقل حسبها حسب العقل يقول أنك تثبت أو أن العقد أو أن العقد يكون سنة و نص مثلا أنجح بالبقاء و بعدين يجدد لي أنت تبي تأخذ دوري أو يمكن أو يمكن أنت عندك لحظة أنت الحين ظروفك مهيئة مهيئة أنك تأخذ بطولة الآن غريب جدا للبطول أعتبر ندارك الآن قاعد تسألني تبي دوري أو تبي تبقى أبي دوري دوري قوي أنشافي اسمي يطلع طموحي يكون بس أنت مغامرة هذه بالنسبة لك أنت فريق إذا كان مهدد أنا ما أدري من الفريق لكن أنا متأكد تسعين بالمئة أن فريق مهدد الأكيد أن فريق مهدد إذا غامرت واتجهت إلى هذه الخطوة وغبط الفريق بينما أنت بفريقك أنت جيت في وضع نادي العربي كان محتاج وكان الوضع الفريق ما هو زين لما جيت رفعت من مستوى الفريق ووصلت فيه إلى الصدارة معنات أنت الكريدت عندك وهذا كله راح يسجل في سيفيك فهني الغرابة أنا أعتقد أن الإدارة إدارة النادي العربي احترمت رغبة داركو وما كانت المفروض تعمل ذلك من بداية الأمر أحسم الأمر شو تسوي يعني أحسم الأمر يا أنت قاعد تكمل لنهاية الموسم حسموها بأي نتيجة كانت أو أن يعني راح نكمل لنهاية بأي نتيجة حتى حتى لو شفت أو من الآن قبل لأنت أداء قاعد يأثر على الفريق على بالمياه ترى اللي قلت اللي قلت أنا الحين الحين واحد زاد واحد ساوة وثنين بايسك اللي قلت سووه وهم سووه تمام مادي العربي حسموا الموضوع لا يبتكمل واتفاقنا وعقنا يخلص نهاية الموسم وكيف طيب شلي حصل لأي مبارات يمكن مو عن مبارات سامة رد على محمد قاله ترى مو الفيصل كان مبارات سامية شو الخبر يمكن تراكمية شافوا التمرين معناها في شيء قبل شهر في شيء قبل شهر تراكمات شهر طيب انت كان عندك فترة لتلقيقاف هذا كان ممكن تبعث عن بديل على الراحة وكان الفريق كان متصدر انت الآن يمكن حتى البديل القادم انت جبت فيه مركز ثاني مضغوط أكثر فارق على الكويت نقطة أمامه ديربي كبير بعد تغيرت من يوم يوم من قبل مرات سالمية لليل يوم الظروف كلها تغيرت بالنسبة للبديل ذلك انا اقول ان داركم تحسب علي هذه نقطة مو مصالحة ما احترم العقد اذا كان في هناك تقصير من ناحية العمل يفترض انه بما انك موقع عقد مع هذه الجهة لاخر لحظة واخر دقيقة تلتزم بعملك صح مسألة اقالة ما اقالة وتكلمنا ترى حتى الاقالات تكلمنا عنها نوعين هذه من النوع حتى الخبر حتى الخبر ما النادي ما في اقالة تسوية تسوية هذه تذكر هنا فتحنا موضوع بالنسبة للإقالات المدربين تذكرها تكلمنا ان اسباب الإقالة او اسباب العدم هذه من الاسباب شوف حالة غريبة اول مرة تحصل فريق متصدر وفريق نادي العربي ما اي فريق لما تكون متصدر او قريب لاستدار فرق نقطة وضحب هذا كله وتتجه الى معناته فيه شيء غلط في علامة استفاق سلمان التسوية تدل على انه يعني تراضي متقبلين اوهو لا اوهو ما عنده رغبة ان يكمل لو عنده رغبة ان يكمل اعتقد فيه شرط جزائي ياخذها بس اوهو يبي ايضا يعني ينتهي عقده بطريقة مرضية بالنسبة للطرفين شغلة مهمة داركوا داركوا كشخص ايضا كانت المشاكل في نادي كاظمة احنا مو قاعدة الحين خلاص نحمل كل شيء ولكن الموضوع يعني ناخذ السيفي ايضا ما خرجوا بطريقة عادية من نادي كاظمة خرجوا مشكلة والآن اعتقد انها مو مشكلة يعني اعتقد فيه شيء هذه مشكلة مشكلة لكن اطلعت بطريقة يعني بطريقة مهذبة يعني احترموا احترموا حتى تاريخ اول اربع شهور اللي قاعدها حتى البيان كان فيه نوع من الاحترام الى حتى مدرب في احترام ماهر اشوف انا بقولك شيء يعني اليوم اشكرك انك فتحت هذا الموضوع لان الجمهور العرباوي الآن ثاير مو عارفين السبب يعني انا قلت لك انا واحد انا اعتبر من الجمهور العرباوي انا اصددك بالخبر بس اليوم يوم فتحت الموضوع وعرفه والناس انه كان عنده عروض المدرب وكان من شهرين او شهر ونص اللي كان يبي يطلع مشجعش بيقول لا لا عشان لا بس هذا التوضيح يعني قلتك صح صح يعني يعني بس حطين خبر التسوية لكن الاسباب الباجي احنا حين وضعناها بالبرنامج لان في ابو عالي عشان تكمل البعض يتكلم كلام منطقي من الجمهور ما يدري الاسباب انا ما ادري والله صح فكان يتكلم يقول فيه شكل للفريق ودارك وماشي صح صح لكن ما نحمل الاصابات ما نحمل بعض الاخطاء من اللاعبين عدم يعني حفاظ اللاعبين على الياقة وما لذلك فمو محملين محملي مجلس الادارة اليوم اقبل اللي قلناه هذا وانا متأكد امية بالمئة انا اثق بأسامة أسامة 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 حسان بالنسبة لي مصدر موثوق فهو قاعد يقول انا اتصلت في مجلس الادارة فبالتالي لا دارك وتحمل انك تكلم او تتفق وانت على رأس العمل شلون تبيني ما اربط بين الاداء هذا او الاهمال وبين العرض يعني ما نلوم مجلس الادارة النادي عربي هذا هو يعني تساؤل احنا احنا نحن يعني شلون انت قاعد تكلم او تتفاوض مع نادي وانت على رأس عملك مع نادي متصدر فهم انا بركبها برأسي ما نعرف شلون اعطيك الاجابة تذكر اداء داركم مع نادي كاظمة كان اداء طيب ترى صدر الدوري كان اداء طيب بس عنده مشاكل اقيل متصدر الدوري اقيل وهو متصدر الدوري تخيل شوف مسألة الاقالة او التسوي اللي قاعد تصير ترى ما صارت الا على 8 اندية من العشر الكبار ترى ناديين الوحدين بهالموسم اللي ما شالوا مدربهم النصر فحيحل لو تعد الاندية الثمانية الباجين كلهم قاعد سيئة صح الجاهرة الجاهرة القادسية السالمية كاظمة كويت الكويت كل كل صح الكل العربي العربي اللي لم ناديين هذيلة فمسألة اوكي ما هي خلنقول يمكن تصير في اقالة الجاهرة ومنو قلت الجاهرة شباب 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 ههلو النصر لا فقط ههلو النصر منو ههلو النصر شوف يعني لما تكلم عن اقالة او تسوية لمدرب بالقادسية لا فيه جماهير تتسائل وديت عرف السبب لما تصير في نادي الكويت عنده جماهير لما تصير في نادي العربي لا تصير ضجة اما لما تصير في بعض الاندية ما تملك قاعدة جماهيرية ممكن يعد الخبر وهو مرتاح لكن لا الجمهور الجمهور العربي الآن في هذه اللحظة صح ممكن عنده تساؤل شون تفرط فيه مدرب هذا جاوبنا التساؤل احنا جاوبنا التساؤل محمد بن يان احساس الموضوع يكون فيه نصابه صح الآن ما في مجلس إدارة ما في مجلس إدارة بالكون بالكرة الأرضية يكون مرتاح مع مدرب ومتصدر ويقيله الآن صارت مع داركم مرتين نادي كاظمة وننادي العربي لا تقول لي صدي معنات المشكلة الداخل يعني لا تقول لي صدي لا صحيح كلامك صحيح كلامك حتى في فترة من الفترات اللي أول مرة أول فترة تدرب فيها داركم في فريق النادي العربي قدم مستقلات ممتازة وبهذاك الوقت مجلس إدارة كان يجدد مع داركم رغم المستوى الكبير اللي قدمه داركم مع فريق النادي العربي رفض داركم رفض بسبب رفض بسبب أن مبالغ التكلب كل وضح العقد اللي كان طالبه كان حسب ما عرفنا أنه مبالغ فيه وعلى هالأساس ما تم التوقيع معاه على هالأساس ما تم التوقيع معاه وهذا دلالة على أن داركم وهذا حق مشروع لأي مدرب أنه ينظر إلى العقد العقد المادي العقد المادي هذا الأمر يعني أنا بوجهة نظري أن داركم في العربي رغم ما قدمه فيه فريق النادي العربي أيضا طبعا قدم مع العربي شيء الكثير لكن أيضا فضل النادي العربي على داركو أيضا كبير لولا المستوى اللي قدمه داركو مع العربي ما كان ذاع صيته في الدور السعودي أو أحد ممكن يطلبه في الدور السعودي لأن داركو أنا أعتقد قبل لا يجي النادي العربي كان موجود فيه بلده ما أعتقد كان يدرب أي فريق ولا كان عنده أي عقد لكن العربي أعاد داركو مرة ثانية للواجهة بحيث أنه يروح للدور الغط لكن مثل ما قلت أنا أكد على كلامي مقام فيه داركو أمر يسيء له شخصيا أن النادي يبيك وأنت قاعد تقدم مستواتي وإن تفاوت مستوى العربي في آخر ثلاث جولات لكن لغاية الآن هو في الوصافة وغريب جدا أنه قادر على أنه يحقق نتائج إيجابية لكن لما نادل العربي عنده مدرب ولقبل لعبة السالمية هو في الصدارة وصير تسوية مع المدرب إذن فيه قناعة عند كل الطرفين أني أنا يداركو عندي عقد أفضل ممكن عقد مادي أفضل فيه دوري أفضل فيه فريق ممكن أقدم نتائج إيجابية معاه ويتم التجديد فيه دوري مثل الدوري السهودي أو أنه ألاقي فرصة مع فريق أفضل من الفريق اللي راح يستلمى الآن وفريق مجلس دارة النادي العربي أنا أعتقد وصلوا لقناعة أن المدرب خلاص يعني ما هو في مود أنه ممكن يقدم للعربي أو أنه ممكن يكون مركز مع فريق المدرب لأنه مو من السهل يرجعني للنقطة اللي أنا قلتها وصاره مو من السهل أنت في الصدارة وسوي تسوية مع مدرب أنا أرجع للنقطة أسوي تسوية مع مدرب في حالتين إذا النتائجي مو زينة أو إذا مستوى الفريق غير مطمن لكن أنت نتائج زينة وأدائك زين وأنت فاوش شوي لكن الأداء زين أنت بالوصافة أرجع للنقطة اللي أنا قلت لك إياها سلمان نسمع أبو أريد أرجع للنقطة اللي أنا قلت لك إياها أنه أنا سمعته حتى يمكن أتابع بالتواصل الاجتماعي يمكن فيه يكون تواصل مع بعض مشجيع نادة العربي أنه كانت لانية نادة العربي بتغيير مدرب داركو لكن قلت له يعني إن اللي أنت تأنهوا قالوا نقطع شوي وننتظر ونشوف تأنهوا فيه لكن الآن خلاص صار على المكشوف هذا هو عموماً هذا اللي حصل حاولنا نجمع بعض النقاط من مصادرها عندنا أخونا وسامة حسين وهو من هو وسامة حسين بالإضافة إلى كان واضح قال أنا تواصلك مع الأخوان في مجلس الإدارة وأنا أعتقد يعني العديد من المشاهدين والمشجعين للنادي العربي أو مشجعين الكرة الكويتية بشكل عام لكل الأندية ما كانوا يعرفون هذه التفاصيل أو هذه الأمور الحكم لكم بالنهاية احنا كل واحد من الكبات قال راية ويعني والأغلب يرى أنه صعب أني أثق بمدرب يحصل على عرض ويقاتل على العرض ويحاول يقنع مجلس الإدارة أنه لا خلوني وبعدين أثق فيه أنه والله ممكن الأداء يكون أداء قتالي أو أداء للصدارة أو أداء للحصول على اللقب يعني أنا أشوف أنه مجلس إدارة ما يلاك هذه تحسب نقطة مول صالح دارك ضد دارك قالها هل فريقيا شان أثق فيه أنا خطوة غريبة خاصة أنه تعودنا المدربين يقاتلون على أنه يلعبون أو يمسكون الفرق الجماهيرية يدربون الفرق الجماهيرية خاصة أنت نتائجك ممتازة لغاية اللحظة ولغاية الآن نتائجك ممتازة والفريق يقدم مستويات ممتازة في فريق جماهيري نفس النادي العربي شنو تبي أكثر؟ زين دقيقة عشان أختم الموضوع تلاحظون الدروب اللي صار فيه نادي النادي العربي من أي شهر؟ يعني الدروب في المستويات؟ دروب في المستويات مقاطر في أخذ هذنباريات أخذ هذنباريات قاعد نتكلم عن شهر شهرين صح؟ مع التوقفات مع التوقفات شهرين صح؟ زين العقد كان من شهرين زين يصير ما نربط يصير ما نربط أنه أثر عليه أنا رح أقول شتت ما رح أقول تعمد لكن تشتت يصير ما نربط قبل شهرين العروض لا لا أنا عارف قصدي وبعد شهرين آه مو قصدي أنا قاعد أقولها مو تلميحا تصريحا عشان تقول قصدك أنا قاعد أقولها تصريحا مو تلميحا قاعد أربط معناته المدرب أهمل لا أنا قلت لك مو قاعد ألمح قاعد أصرح أنه قبل شهرين عرض عليه تشتت تشتت خلص تركيز أقل مو عمدا خلنشير كلمة العمد يعني ما يبي وهو ما يبي يخسر نادر عربي داركو داركو مشوارة طويل بالتدريب ما تأثر عليه عروض شون إزاي ما تأثر عليه ما تربط أنت كمجسي دارة ما تربط قبل شهرين وقبل شهرين تربط على شخصية المدرب لو يقول لك المدرب والله مثلا توشات جديد صارت على إداء عرض كلمني كلمني على داركو لكن داركو كلمني على داركو داركو أولا أنت عظم مجسي دارة في النادي العربي سلمان عوّ عظم مجسي دارة في النادي العربي ما تربط لما يقولوا لك داركو قبل شهرين قدم لعرب وفاوض النادي العربي وقال لهم بطلع وأصر وأصر أصر وسامس ناقشهم قال لهم بطلع أقول لهم مع السلام يعني قعد معهم وقال لهم يعني شاكل مع السلام خلوش مشاهد الأكيد اليقين اليقين أن مجلس الإدارة وصل إلى مرحلة عدم التالع نهائية مع داركو إنه خلص داركو غير جاهز لإدارة درفة فريقنا ذو العربي الأكيد لو كان فيه لو كان فيه مجال ممكن لكن الواضح تماما إنه مجلس دارة أنا على يقين إنه وصل لمرحلة إنه لا يمكن أن يكمل مع دارة مشاهد نحن ليش نرخ خلص على مدربين عالمين اللي يدربون الأندية العالمية ليش باسم الله قاعد يقرأ وين نقرأ ما قرأ شي الشاشة موجودة الشاشة موجودة عقل بس مدربين عالمين كم لشتتك وصامح مدربين عالمين تلقى بارز مع فريقك ومصدر فريقة نعم نقرأ بالأخبار يعني توصل لنا إنه والله فيه ناجل أو الاتحاد الفلاني يبي أنشيلوتي يبي سلمان عواد يبي محمد بنيان أي زي على طول يطلع تصرف المدرب أنا لن يعني ما طالع هذه العروض إذا كانت في هناك عروض لأنه عندي عقد ساري وواضح مع ريال مدريج مع مايشيسر مع إفري هذه بجديات هذه الاحترافية تتعامل معروفة بس باختصار أنا أعتقد قرار مجلس إدارة إدارة نادر العربي هو قرار احتراف بكل ما تعني هذا الكلمة أنا ضعيف بالدوريات الأوروبية لكن بما أنكم أنتم متابعين بالذات راح تساعدني في هذا الأمر مدرب المنتخب الأسباني أعتقد فيه بطولة كاس العالم أو فيه بطولة كاس أسيا فيه بطولة كاس أمم أوروبا مدرب المنتخب الأسباني صرح أن أنا صح راح أستلم تعرف سوى قال أنا عندي عقد من ريال مدريد وبعد نهاية البطولة راح أدرب ريال مدريد مع العلم أنه عنده عقد مستمر تعرف سوى اتحاد الأسباني أقاله أقال المدرب قبل البطولة أعين أعين اللاعب ريال مدريد المدافع المدافع عينه المهم عينه هو مدير فني للفريق صدق أقاله فقط للتصريح أعتقد أخوك وسانا راح يقول لك من هون من المدرب اللي قالوا لا تقول لوبوكيتي لا لا قال لوبوكيتي صح صح كلام ترى أنه كلمة لوبوكيتي مو لوبوكيتي مشاهد لوبوكيتي لوبوكيتي طلع أنا أسمع أسمع أنا أسمع أنا برنامج على الهواء ما أحب بعضي معلومة غلط لا أقول لك شغلة المشاهد عنده مضاحية أحينا أحينا أمو أن تفلسف أه أنا أمو أن تفلسف أتفلسف قلتها غلط بسم مشاهد لا أقول لها لا أقول لها لا أقول لها غلط تعرف لما ضربت المثل ترى هو سوى لشي قال لوبوكيتي آه لوبوكيتي و أنا أقول له عموما يعني خلصنا الموضوع في شيء تبتذكره في موضوع يقال داركو لا ما عرفنا عطينا الموضوع حقه ومستحقق إذا في شغلات ثانية أحد أعظام تشداره أو أو رئيس مستداره أو أحد يبي الداخل يوضح شغلات ممكن أنا ما قلتها حتى لو حتى لو يعني ما يبي الداخل مع المداخلة يجزلك بالواتساب الآن إذا معلومة غابت عنها نوصلها خلوني أروح إلى موضوع آخر يتحدث عن دوري الأربعة صراع الهبوط والبقاء مبارياتهم و يعني نأخذ بعض التفاصيل بالإضافة إلى الترتيب إلى الآن بعد التقرير موسيقى الشيط الأول مثلما تشايف أربع فرص قدام القول ضيعناها فهذه ترد دافع معنوي حق نادي الجارة قولوا علينا حنا ضيعنا أربع فرص وتعلق حارسهم بس الحمد لله الشيط ثاني قدرنا نعوض و نقلب للنتيجة و نبارك حق الجمهور الكظماوي اللاعبين ويداري ويداري ويجهز فني هاردك أخوان يلاعب الجاه كما كنا نطمح أو نتخيلنا نوصل في هذا الأمر نلعب ضمن الأربع على الهبوط ولكن الحمد لله حين صار وضنات فيه اليوم هذي أول ثلاث نقاط إن شاء الله حين التارقة الهدف مان ثلاث نقاط الغادمة اليوم أتوقع مشاهدين شاهدين شاهدون الأرضية أو شيء ما تساعد اللاعبين حق البناء وإحنا أصررين على البناء تطبيقا لكلام المدرب محمد هليس وحمد والحمد لله القولة تلعب على أخطاء الغير تطبق جمل تكتيكية وأيضا ومسجلوا من أخطاء منه سواء عدم تمركز أو سوء تقطية يومنا نلعب تحت الظروف وتحت الضغط يعني تخيل أنت لا اللاعبين لا فلوس لا مشكلة معاشات لا اللجنة المالية اللي قروها اشتغلت يعني اللاعب مشغولها مسكين كثير خير اللي قاعد يلعب لك بدون أي مغابل واليوم إحنا بعصر الاحتراف مش بهوات تقول والله لاعب هاوي ولاوي يلعب وانتو شفتوا الوقفة الاحتجاجية اللي وقفوها اللاعبين حتى المدرب انت لا شعب مدرب شعب مباراة فوق صلى عشر مرياض فوق يعني هذه وهادي كارثين ما هي أعذار ولعبوا والشباب وقدوا ولكن انت عارب مباراة كرة قدم أخطاء يعني أخطاء عثمانة وأخطاء فلان وهي أخطاء وكاف ما استقلوا الأخطاء أو خذوا المباراة أكثر من المباراة نكونوا متفوقين وبعدها تنقلب علينا النتيجة هذا الأسباب لازم نزيد الرجوع فهنا معاش ما زلنا كتير ما زلنا خمسة مبارايات زي ما تشوف ما فيش رواتب ما فيش ملاعب ما فيش ملعب ما فيش ملعب يتمرنوا فيه ما فيش إدارة هذا كلها بيجيك سلبي أكيد في الملعب إن شاء الله فقر بوقت أن هما يقولنا حلونا يديرونا أي شيء إن نحن إشنا متشوف أو رمضان وخمسة شهور مش خالص كيف بتفطر كيف في ناس عندها عائلة في محترفين فهذا الشيء لازم يتفكروا فيه شوية حتى من جارب الإنساني وعدونا الشباب إنهم رح يقدون مبارات كبيرة مع الشباب واليوم واضح أنا أقول القيم الثاني أعتقد الشيء الثاني أهم بدوا شوية يعني ما أقول لك أن فوز مستحق يعني بمعنى من أداء الفريق طول المبارات صحيح إن الشباب استحوذ على المبارات القيم الأول وهم القيم الثاني لكن الحمد لله رب توفقنا في آخر القيم في تسجين الهدف أقول هارد لك حقنا هذه الشباب قدموا مبارات كبيرة وضيعة وفرص لكن الحمد لله خذينا الأهم الثلاث نغاط إحنا بالنسبة حق مباريات الغاد ما عندنا كل مبارات بحسبة نهائي وإن شاء الله نقدر نأخذ ثلاث نغاط مبارات الجاي إذا ربك كتب إن شاء الله يا رب ومستمرين على كل مبارات بحسبة نهائي إن شاء الله بفريق احتاجنا عشر ديائق وحمد لله يا رب للك الحمد كنت قد الثقة وحققنا الأهم ثلاث نغاط بس لحد الحين فارق بيننا وبين الشباب نقطة والدولة طويل باقي خمس مباريات وبإذن الواحد الأحد إن شاء الله نحقق النتائج المدوعة منه ونضمن التأهل بإذن الله جاء قوة الدقيقة الأخيرة من كابتن الكبير فهد الرشيدي لاعب خبره فإن شاء الله نوعد محببين خيطان والإدارة بقيادة كابتن فهد المطيري ومدربين واللاعبين أنه راح يقعد الممتاز إن شاء الله سنهات بإذن الله سيطرنا على كل مجرية المبارات فرضنا أسلوبنا وطريقة لعبنا على نادي خيطان هذه كرة الغدم لازم تقبل الخسارة ولكن نحن يوم ضيعنا ثمان فرص محققة يمكن يشوف المبارات اليوم يمكن عادي نطلع في 6-7 ولكن هذه الكرة إذا ما تسجل تسجل عليك في آخر دقائق يمكن كلاكة مرة ثانية نادي خيطان فاز علينا بنفس الطريقة استغل خطأ منه بهفة دفاعية يمكن محبطي نعم ولكن رح نعمل لآخر مبارات في الدوري والأمل موجود ورح نقاتل لآخر مبارات واللعبين إن شاء الله فيهم الهمة وقدرين إن شاء الله من قبل ممتازة إن شاء الله طبعا إلى الآن الترتيب كالتالي في دور الأربعة أو الأربعة منافسات الأربعة كاظمة خيطان الشباب والجهرة كاظمة 23 نقطة خيطان 15 نقطة الشباب 14 نقطة الجهرة 8 نقاط الجولة السابقة كان يلعب كاظمة والجهرة وخيطان والشباب كاظمة قدر يفوز على الجهرة 4-2 وخيطان قدر يفوز على الشباب 1-0 عندنا الدقيقة يا شباب لكل فرد من أفراد الأدوار أنا أبتدي فيه خيطان الشباب لا بس دقيقة لأنه مثل ما اتفقنا نوزع الأدوار حقا أسامة شنو رايك بالمبارتين 4-2 كاظمة قلب النتيجة على الجهرة وخيطان بالدقيقة الأخيرة فاز على الشباب شوف كاظمة يظل يعني نادي كبير أمانة بغض النظر عن المستوى الذي ظهر فيه وأنه طاح ومن الأربعة لكن يبقى نادي كاظمة فأنا يعني اليوم أنا استمتع صراحة إذا كان كاظمة من ضمن الستة صراحة أقولك لا أدري يرجع إذا كان من ضمن الستة يعني يضمن البقاء أي أيض أكيد يعني اليوم نادي كاظمة يعني نادي كاظمة من أندية التي تخلي الدوري يعني يصير غوي نعم عرفت فيعني أتمنى من المسؤولين نادي كاظمة ورئيس نادي كاظمة زين أنه يهتم بالفريق شوية لأنه عندك لاعبين زينين داخل الملعب وعندك لاعبين منتخب يبينهم شوية محترفين وصدقني راح يكون من الفرق المنافسة هذا مورد على قلت لك شوية كاظمة والجاهرة شرايك كاظمة خيطان والشواب لا الجارة قال سلمان بيتكلم عنه أنا شواب أنا شباب ممساة قال كلام عام أود كاظمة أقولك أنت بالفاصل قلت كل واحد نادي دقيقة دقيقة كاظمة بشرك باقي إن شاء الله من ضمن الفرق الكبار أقولك بشرك 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 لأنك قلت تمام بحكم ترتيب الجدول يعني زين أبو علي شنو المبارات التي تختارها بتتكلم عنها خيطان الشباب الأفضلية كلها بالكامل حق نادي الشباب بمستوى وإضاعة الفرص والاستعواد والأمور هذه كلها الزبدة اللي أنا أخذتها بالدقيقة تسعين ثمانية وتسعين الإضافة قولنا دي خيطان نعم يوسف الرشيدي خدت ثلاث نقاط الآن المنافسة خلك أظم بين خيطان والشباب أيضا والجهراء يعني بحكم النقاط خمساش نقطة أبعتاش نقطة يوسف الرشيدي اي اي شنط دقيقة ثمانة سعين ثمانة سعين اي أنا ما شدت مبارات اي ثمانة سعين اي فالمنافسة الآن رح ترجع بين خيطان والشباب بحكم خيطان خمساش نقطة شباب ربعتاش نقطة اوكي يعني الجهرة وضع الجهرة زين الجهرة نحول الموضوع حق سلم والله أولا شهرت لك الجهرة وقلت لك الكاظب كاظبا متوقع يعني من النزل احنا متوقعين انه يكون بعيد عنه صحيح وحاليا ثمان نقطة يمكن تقريبا يحتاج نقطة وانه المنافسة اعتقد رح تكون بين الشباب وخيطان كاظب الجهرة تقريبا خارج المنافسة على الوراء وعلي قاعد نشوف اللي ان الامر ما يسعبه يحتاج الى الفوز في تقريبا جميع المباريات وخسارة بعض الفرق وما هو عيب الهبوط ما هو عيب كان متوقع يعني من بداية الموسم حنا نشوف الجهرة مستوى يقدم في بعض المباريات مستويات لكن نتائج ما كانت فثم النقاط ما راح تكون يعني ما تسعبك انك توصل الى الى الخيطان والشباب انتمنى ذلك لكن الامور واضح يعني بالعب منطقيا منطقيا انه صعب الامر مو العيب ان قلتلك ان تنزل العيب انك تستمر في سوءك افترض على الظروف اللي حصلت لبيجزي دارنا الجهرة واللي قاعد تحصل لهم اتمنى انتتعدل الظروف والتعدل والجهرة يعني مو الاسم اللي يحبط بسهولة او انه يبقى في سنوات طويلة انا توقع الجهرة ذي تعدل الظروف للمجزي داره توقع يعني راح خلال موسمين راح يرجع الى مكان الطبيعي في 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 مع الستة الكبار مسألة المبارات متوقعة تقدم الجهرة كان مضغط سجل الهدف الثاني وكان عنده رهبة اكثر من الجهرة انه يحسب المبارات ومثل ما شفنا محمد العازم بالفعل يمكن الشيطر الاول كان مسيطر اكثر مستعوذ على الكرة وضيع يعني فرصة فرصتين الجهرة استغلوا الفرص اللي تقدمت لهم مرأ يعني ما كانت فيها ندية بشكل كبير لكن الرغبة كانت اكثر حقيقة يعني اللي كان هو اللي كان داخلي بالمبارات بشكل وقاتل عليه وخذ النتيجة محمد العينو شنو اخترت الشباب الشباب لان الشباب في وضع كارثي لم يسلط عليه الاضواء في تسعة واحد في تاريخ آخر فوز اللي فريق نادي الشباب كان بتاريخ ثمانية واحد اعتقد كان معاك اعتقد واحد صفر من تاريخ تسعة واحد كان الفارق كان الشباب يمتلك 14 نقطة ويمتلك خيطان خمس نقاط نتكلم عن فارق تسع نقاط للمصلحة فريق نادي الشباب تصور تسع نقاط يعني رغم مريح الشباب من تاريخ تسعة واحد في ست جولات سجل في مرمى 16 هدف ولم يسجل إلا هدف وحيد في السجولات تكلم عن خسارة من القاتسية بسباعية خسارة من الجهرة بخماسية خسارة من خيطان ذهاب وياب 1-0-2-1 وخسارة من السالمية 1-0 تكلم عن 16 هدف سجل الفرق في مرمى نادي الشباب ولم يسجل نادي الشباب في 6 مرات إلا هدف وحيد نتصور في سجولات الشباب باقي على 14 نقطة لا فوز ولا تعادل جميع مباريات خسارة 6 مباريات متتالية بهزائم متتالية أمر قريب في نادي الشباب لدرجة أن الخيطان كان متأخر عن الشباب بفارق 9 نقاط خيطان استطاع أن يقتنص 10 نقاط وتجاوز فريق نادي خيطان في نقطة اليوم الشباب 14 نقطة وخيطان 15 نقطة اليوم هو فريق نادي الشباب شبهم أمن تصور أنت من 6 مباريات لو فايز في 3 مباريات أعتقد حسمة الأمور في خلص أن الهبوط الأغرب سيكون خيطان وفريق نادي الجار لكن ما يقدمه خيطان مع المدرب الجديد أعتقد يحسب لهذا الفريق أن يحقق 10 نقاط في سجولات وتجاوز فريق نادي الشباب لكن نادي الشباب عليه علامات استفهام كبيرة مو فقط في الخسائر في كمية الأهداف اللي سجلت في مرمى الفريق وضعف القدرة الهجومية لفريق نادي الشباب عموما نحن بشيذي وصلنا للختام أذكر بترتيب الأربعة كاظمة 23 نقطة خيطان 15 نقطة 14 نقطة والجهرة 8 نقاط شكرا شباب شكرا سامي شكرا أبد الله شكرا أبو علي شكرا أبو طلال شكرا الجميع نلتقي إن شاء الله باتر في حلقة جديدة في برنامج بالسنتر أسبوحنا على خير شكرا